اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي منذ قيام ثورة تشرين عام 2017 وخروج هات الشباب العراقي الجميل خرجوا للشوارع والساحات وطالبونا في اسقاط كل هذا الحكم واسقاط الحملية السياسية وطردوا هذه الأحزاب والميليشيات من كثير من المحافظات في الناصرية في النجف وفي بغداد وفي كل مكان وواجهوهم بالقتل وقتلوا أكثر من ألف شاب عراقي جميل غدروا وغدروهم بغدر وجرحوا أكثر من ثلاثين ألف واحد وادعوا كثير واتهموهم كثير وشتموهم كثير وما زالوا يشتمونهم وما زالوا يدعون عليهم منذ ذلك الوقت لحد الآن يعني منذ أربع سنوات لحد الآن هم يفكرون ما يقرب من أربع سنوات يفكرون ويعملون على تفادي قيام مثل هذه الثورة يريدون أن يقضوا على إمكانية قيام أي ثورة ويبرروا للعالم أنهم يعني من يقوم بثورة أخرى هو خرج عن القانون خرج عن النظام وواجهه بهذا الشكل وهذه كذبة كبيرة العالم كل لا يعرفها لكن ماذا نقول لأمريكا وماذا نقول للغرب لأقام مثل هذا النظام وريد يحافظ عليه وهذه السلطة التي أقامها في العراق لأنها مهينة للعراق وتريد أن تخرب العراق وتجعل العراق مطية للآخر وتجعل العراق ضعيفا ومحافظون عليها وأقصد العملية السياسية وهذا الشكل من الحكم هؤلاء الذين يحكمون يعني هذه بالخلاصة لماذا يدعم الغرب هذا النظام لأن فيه موت للعراق فيه دمار للعراق فيه ضعف للعراق وهم يريدون العراق ضعيفا مشتة مدمرا وهذه كل قصة العدوانة للعراق قصة احتلال العراق تتركز أو تتلخص بهذه الجملتين هم يريدون عراقا ضعيفا ليس أكثر دعاك من أسلحات نووية معرف منه ديكتاتورية كلام كله كله كذب الدكتاتوريات ما لي العالم أسلحة الدمار ما لي العالم وأمريكا لم تخرج على أحد أبدا لكن العراق كان يشكل حالة من قوة من نهضة بغض النظر عن شكل النظام هذا نتحدث عن النظام أرادوا أن يخربوا هذا ويدمروا هذا وينهوا ويخرجوا العراق من قدرته على أن يقف على قدمه هذا هو المطلوب وعشرين سنة هم يعملون على ذلك وهؤلاء الذين جاءوا بهم ليحكموا العراق منذ عام 2003 لحد الآن من أحزاب وقواء الشخصيات هذول الأجراعد الذين يحمون ويرعون مشروع الاحتلال التدميري هؤلاء هؤلاء يحرصون على أن يبقوا على كراسيهم وإذا ما أرادوا أن يبقوا على كراسيهم وتبقوا العملية السياسية وتبقوا محمية من الخارج وهي محمية من الخارج محمية من إيران ومحمية من أمريكا ومحمية من الغرب عليهم أن يجهضوا أي حركة للشعب لأي ململة للشعب للانقلاب عليهم هذا واضح جدا جدا لذلك هم من البداية وفكروا لهم الأمريكان وفكروا هم قالوا أن الثورات كانت تحصل في العراق كان يقوم بها الجيش لذلك أنهوا الجيش يعني حلوا الجيش وشكلوا جيش آخر من إشياوي تابع لهذه الأحزاب لذلك بدأوا يقولون بشكل واضح أنه زمن المؤامرات زمن الانقلابات انتهت وهم يقصدون الانقلابات العسكرية قيام عسكر بالانقلاب عليهم هذا انتهت نعم لأنه يعرفون هم من ماذا شكلوا هذا الجيش وساعدتهم أمريكا فيه لكن بقى الشعب وهذا الشعب لا يمكن أن يسيطروا عليه مهما فعلوا قتلوا ألف شعب أجهضوا الثورات أجهضوا تظاهرات هذه كلها أصدروا القوانين لكن هذا فكرهم الكسيح يجب أن يفكر بهذا الاتجاه منظمة العفو الدولية أصدرت بيان قبل أيام قليلة تحدث بي عن قانوني طرحهم المجلس النواب الحالي انتقدتهم انتقاد شديد لأنه في مشروع هذين القانونين فيه تقييد لحرية التعبير والتجمع السلم العراقي هم يريدون من البداية أن يضعون قوانين تمنع خروج أي تظاهرات تطلع تظاهرات تأييد حزب الدعوة تهتف للمالكي تهتف للحكيم تهتف معرف منه المن الحلبوسي من خلف بس تقول العملية السياسية سيئة تقول ميليشيات تقول فساد تقول خراب لا ما مقبول سيتهمونهم بمساس بمؤسسات الدولة بسرقة معرف شنو وحاولوا في ثورة التشرين قالوا هذا البنق مباق وذولة كذا كثير من الكلام وذولة بعثية وبعدين قالوا لهم يا بي شون بعثية أكبر واحد عمره غالبيتهم أعمارهم يعني غالبيتهم من ولده وبعد 2003 واللي أكبر من عندهم كان عمره من صار 2003 لا يتجاوز الخمسة السنوات أو حتى عشر سنوات شون علقته بالبعث وشون علقته بالنظام السابق فأسقط في أيديهم قالوا أن هؤلاء مرتبطين بمخابرات أمريكية ما هو كان أمريكا لم تأتي بهم مو هي التي جاءت بهم ولا الغرب اللي جاء بهم ولا إيران هذه قصة طويلة غير شكل المهم القانون المقترح واحد شأن الجرائم المعلوماتية يعني يوجهون لهؤلاء لأن ينشرون محتوى عبر الأنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يمس بمصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا وطبعا هذا يؤدي إلى إيقاف كل هؤلاء وأي دعوة للتظاهرات لأن هؤلاء يعني يمسون مصالح البلاد الاقتصادية أو السياسية والعسكرية والأمنية ولا يمكن أن نقبل بهم وهؤلاء مسخرين من الخارج وناس تحركهم وامبريالية عالمية ومعرف منه وكأنهم قوى وطنية جدت تحكم العراق والناس ستعمر عليهم أنتم جزء من معامرة عالمية وأقليمية ضد العراق جزء من هذا الخراب جزء من هذه العمالة فكيف تتصفون الناس بالعمالة وأنتم شوخ العمالة هذه قضية غير غريبة ويقولون يعني الغرامات تصل إلى 50 مليون دينار عراقي والسجن المؤبت قد صاحبها يعني المنظمة تتحدث منظمة العفو الدولية تتحدث أنه من حق الشعب العراقي أن ينتقد الفاسدين الفساد ينتقد الوضع الحياتي ينتقد التعليم ينتقد الحكم ينتقد ما هو أنتم تقولون ديمقراطية وهذا الشعب يحبر عنها ودستوركم تقولون يضمن يضمن التظاهر السلمي ليشيئة ثورة تشريه مكانها السلمية منواجهة تهب الرصاص وقتلهم هم الشعب شنشايل السلاح حجارة مشايل قتلتوهم ودزيتوا عليهم الميليشيات هذا واقع الحال فالصورة الآن يريدون تكوين صورة محاولة لقمع يعني محاولة لوأد أي إمكانية لثورة جديدة لكن هذا يعني أقولها بشكل بشكل بسيط الثقافة ثقافة الثورة ثقافة الثقافة الانقلاب على الواقع السيء قد لا قد قد لا تكون صناعة سريعة لكن هي صناعة موجودة صناعة بطيئة نعم لكن عشرين سنة صنعت في العراقيين يعني أسس ومباني عالية للرفض نعم يعني صارت لديهم ثقافة الصناعة بطيئة مثل ما قلنا لكنها أثمرت بعد عشرين سنة وثورة تشرين دليل على ذلك أثمرت قدرات هائلة لدي الشعب العراقي على رفض هذا 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 الحال البائس لا خدمات لا كهرباء كل صيف مصيبة كل فارغة انتخابات كاذبة ديمقراطية زائف فساد خراب دمار الفقير هو المهام في هذا البلد مساحة الفقر تتوزع الفقراء يزيدون البطالة تتوزع والعاطلين العمل يتوسعون يجيبون من الخارج من إيراني يشغلوهم عندنا بالعراق والبلد لا صناعة ولا زراعة ولا تعليم جيد ولا مستشفيات جيدة يتمر عنده فلوس يبيع بيته ويبيع الدومة حتى يعالج ابنه ويعالج أبوه ويعالج مرته ويعالج بنته بالخارج وهي قارثة كبيرة والما عندك اللي يموت قلبة الدوة ما يقدر يحصل عليها الخبز ما يقدر يحصل عليها وبالتالي هذا الوضع السيء العراقيين رفضوه وسيرفضوه والثورة قادمة ما ما حاولتم صدرون قوانين طلعون قرقوانين الثورات وحركة الشعوب لا تقف أمامها لا قوانين ولا قرارات لسلطة مستبدة هذه السلطات المستبدة مهما أصدرت من قوانين وراجعوا التاريخ وقرأوا التاريخ السلطة الحكومة التي لا تكون جزء من الشعب ولا تخدم الشعب ولا تكون أنوان للشعب ويد الشعب هذه السلطة ينقلب عليها الشعب وسينقلب عليكم وثورته قادمة لا محال وقد هذه الحلق قد انتهى أعزائي المشاهدين ترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة